اعتداء على ثلاثة صحفيين الجزائرين مبارح كان هو الطاغي ربما في اخر السهرم مبارح ثلاثة اعتداءات او اعتداء على ثلاثة صحفيين منها اعتداء كان نسبيا اسلحة بيضاء ايه بالسلحة الابيض وتخلى المستشفى بعدش كون معانا مهدي ضحاك ان شاء الله في البرتي دو من سيس بور بلوس الليلة احد المعتدين عليهم مش نحكيوا معاه على الواقع مبارح شنو تعليق قيس علي صار خصوصا انو كنا متخوفين قبل الديماراج متاع المسابقة من هكذا يعني عمليات يعني لا سيكوريتي ايه موضوع سيكوريتي الامن خلال الكان هذية بطبيعة الحال ناس كل كانت هناك توجس وخيفة من انو تصير بعض الممارسات كيما صارت هذية محاولات اعتداء السرقة باستعمال العنف انا نراها اه محبش نقول عادية باش ما نتوليش باش ما نشرع لهاش لكن لكن هذي تصير مدام الناس توجست مقبل ما يعرفوا لي بش تصير على الوفود الموجودة سواء كانت اعلامية ورياضية انها اه معنا تتحرى الحيطة سيرتوه ظلمت الدنيا تحاول معاش تخرج تقعد في اللوتيل متاعك تكون معاك مرافقة اذا كان ممكن امنية خطرانا اللي يشدني في الخبر الخبر الخطرة الدولة والمواقع الكل اللي يشدني في الخبر هو الوصول المتأخر للنجدة والرجال الامن تقريبا ساعة بعدما صارت الحادثة ردت الفعل على المستوى الامني كانت بطيئة جدا هذا شنوه لي خوف اما انها صارت هبش قول طبيعية لكن الناس متوقعتها انها تصير للأسف صارت مع وخيانة تزيريك النجم تصير مع سينيغاليين مع مغاربة اكيد لا لا احنا نجدوها حتى كان ضد جماعة الاخرين احنا ضد بتبيعة الاخرين ايه نتعرفهم انت يعني ترجمة نانسي قنقر